نروح لموضوع آخر هو كورونا وكورونا كل يوم بياخد منحة مختلف شوية يعني فما أعلنت عنه بريطانيا عن التشاف متحور جديد ده خلى يعني خلال يعني مبارح والنهاردة الناس كتير جدا بتتكلم على هذا المتحور اللي مسمينه AY 4.2 AY 4.2 هو كان شوية دلتة خفيف مش عارف المتحور اللي جيب بعد دلتة اسمه لطيف ده اسمه تقيل شوية AY.4.2 ولكن هل المتحور ده هو يعني تأثيره ايه هنسأل هل هو طبعا المعروف ان هو خارج من دلتة خارج من دلتة متفرع من دلتة ابن عم دلتة من نفس العيلة وبرضه اللي تقال عليه برضه ان هو شديد العدوى وبرضه كان بدأ في الهند وكان ليه طبعا دور في زيادة عدد الإصابات هناك في المملكة المتحدة اللي بريطانيا اعلنت انه ظهر فيها ارتفع عدد الإصابات لحوالي 40 ألف حالة يوميا وده أعلى معدل الإصابات مسجل في أوروبا توفى حتى الآن 139 ألف شخص نتيجة الإصابة بكورونا بصفة عامة ولكن ايه حكاية الـ AY 4.2 ده اللي هنعرفه من ضفنة الكريم اللي أفضل دكتور عبدالهادي مصباح دكتور عبدالهادي مساء الخير أهلا بحضرتك مساء الخير أهلا يا أستاذ عمر الزياد أهلا دكتور كل سنة وحضرك طيب يعني هو الحقيقة هذا الفيروس دائم التحور بحكم يكونه من مجموعة فيروسات الـ RNA والـ RNA يوميا علشان يعني يتكاثر لازم بيحصل في بعض التفارات بتعدي كثير من التفارات لأنه ملهاش قيمة لكن اللي حضرتك أشرت إليه إنه هو الـ A 2.4 ده AY 2.4 2.2 ده بيقبرة عن نوع من التحور اللي يدي صفة مش موجودة أساسا بمعنى إنه هناك بعض الأقاويل إنه أكثر سرعة في الانتشار منظمة الصحة العالمية بتقول إحنا لسه بندرس ما نقدرش نقول إنه هو بعض الـ 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 اتناشرة عنه بتقول لا ده هو 10-15% بس نسبة الزيادة في انتشار العدوى وبدأ الكلام على هل التطعيمات هتجيب نتيجة ولا مش هتجيب نتيجة فحتى الآن بتجيب نتيجة لكن لسه ما تحكم يعني بدأ هو سرعة الانتشار ولكن فتكا ما نقدرش نقول إنه هو فتكا انتشارا وليس فتكا يعني لسه لا 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 ما فيه وخلي بال حضرتك إنه بدأ الفيدباك بتاع التطعيم يبان يعني النهاردة أو مبارح فيه بيبر موجودة بتقول إن التطعيم بتاع فايزر بعد ستة شهور بيصل إلى يعني أقل من خمسين في المائة فعلشان كده الجرعة الثالثة مهمة جدا بالنسبة لكبار السن الناس اللي بتعمل مع في المجال الصحي زي الدكاترة والموردات والناس دي مدرسات الناس اللي عندها أمراض أمراض مناعية وبنديها مصبطات المناعة وبالمناسبة أنا عايز ألفة نظر زميلنا الأطباء إنه المسألة بتاعت إنه بيقولوا لي أنا بروح التطعيم بيقولوا لي أنت عندك زيبة لا مش هنديك ما حدش قال إن هذا الكلام لكن الدكتور بيقيم حالته ويشوف فيه نشاط ولا ما فيش هل هو يستدعي إنه ياخد ممكن بعض الأدوية بنبطلها قبلها بأيام قليلة لكن محدش قال إنه يعني ده دول أحوج الناس إلى إنهم ياخدوا طب حركت شايف إزاي وبعدين عايز أقول لك فضل فضل أه تفضل طيب يعني يعني هذه التطايمات يعني في غاية الأهمية والحقيقة إحنا عاملين شغل كويس قوي فيها للتستمع للبعة إلى إجابة